كشف وزير المياه والرية المهندس رائد أبو سعود عن أن كميات المياه خلال أول منخفض جوي على المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والتي دخلت إلى السدود بلغت مليون ونصف المليون متر مكعب لترفع التخزين الكلية في السدود إلى خمسة وثمانين مليون متر مكعب بعد تأخر في الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة السدود أو أوضح عفوا أبو سعود أن المخزون الكلية في السدود حاليا هو أقل من التخزين لنفس الفترة من العام الماضي بنحو عشرة مليون متر مكعب داعي المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة وذلك للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الأمن المائي الوطني وكذلك عدم إلقاء المخلفات والنفايات في مجاري الأودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية